السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكتر من 70% من البلغين ما بين 18 إلى 45 سنة بيجي لهم ألم أسفل الدار على الآن لمرة واحدة في حياتهم بيكون 5% من الألم ده بسبب الإنزلاق الغضروفي لكن لحصنا الحظ إن 5% بس من اللي عندهم إنزلاق غضروفي بيحتاجوا تدخل جراحي طيب إمتى الإنزلاق الغضروفي بيحتاج لتدخل جراحي؟ هقولك على 6 حالات من الإنزلاق الغضروفي لازم تعمل عملية أول حاجة لما الألم يكون شديد جدا ومستمر 24 ساعة ومش مخلي المريض عارف يمارس حياته الطبيعية ومش بيروح بأي علاج تاني حاجة لو التميل بيزيد ومستمره ومش بيروح بالأدوية أو لعلاج الطبيعي وده معناه إن فيه ضغط على العصب اللي ممكن يضمر ويموت لو استمر الضغط تالت حاجة لو أصبح فيه عدم تحكم في البول والبراز وضعف جنسي رابع حاجة ضعف وضمور في الأطراف السفلية خمس حاجة عدم القدرة على الحركة أو المشي سادس حاجة عدم استجابة المريض لأي علاج سواء دوائي أو علاج طبيعي دي أهم الحالات للإنزلاق الغضروفي اللي بيحتاج إلى تدخل جراحي لو عندك إنزلاق غضروفي أو ألم أسفل الظهر أو مشاكل في أسفل الظهر التقلص في عضلات الظهر إنزلاق غضروفي عرق النساء في مجموعة تمارين ممكن تحصل عليها أو ممكن أبعتها لك علشان تستفاد بيها زي ما استفاد بيها عدد كبير جدا من المرضى وخفوا الحمد لله بتوفيق من الله وبمساعدة التمارين دي لو عايز تحصل على التمارين دي هسيب لك رابط تحت الفيديو أو في وصف الفيديو اعمل تسجيل في القيمة البريدية اللي موجودة في الرابط ده وهيجي لك على طول فوري مجرد ما بتسجل على الإيميل بتاعك تمارين للي عنده مشاكل في أسفل الظهر اللي عنده إنزلاق غضروفي اللي عنده عرق النساء اللي عنده حتى تقلص في عضلات أسفل الظهر التمارين دي تمارين مهمة جدا لعمليات الإطالة وعمليات تقوية عضلات أسفل الظهر هتجي لك على طول التمارين دي على الإيميل بتاعك ممكن تعملها في البيت لأنها تمارين بسيطة جدا وهتفيدك جدا إن شاء الله وهتفيد غيرك لو أنت شيرتها مع غيرك باتمنى يكون الفيديو عجبك وعفادك ولو عجبك وعفادك شيره لغيرك باتمنى لكم الصحة والعافية كان معكم دكتور طريق تركي السياق براحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته